عمرة الجعرانة بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع غنائم غزوة حنين بالجعرانة أهل بالعمرة ليلى وهذه العمرة تسمى عمرة الجعرانة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا ومؤيدا من الله سبحانه وتعالى فقدمها في ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة ولادة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة العالية حيث أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أمه مارية القبطية وكانت مارية القبطية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم أهداها له المقوقس عظيم القبط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطاؤها بملك اليمين ولم تكن زوجة روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم وتنافزت نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه لأن أمه مارية القبطية كانت قليلة اللبن فدافعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سيفن الأنصارية رضي الله عنها قال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ابنه إبراهيم فيأخذه ويقبله رواه مسلم